بيقولك محكمة العد الأوروبية خدت قرار من كم يوم بإلغاء التحفز على أموال حسني مبارك اللي في الخارج طب ليه خدوا القرار ده؟ معقول تكون المحكمة اكتشفت بعد السنين دي كلها إن فلوس مبارك حلال وأنه رجل شريفه كان بيحاوشها من مرتبه وكان حارم نفسه من متع الدنيا وعيش حياة متقشفة عشان يحط المليار فوق المليار ويحاولهم لسويسرا عشان يأمن بهم مستقبله هو وعياله وإحنا اللي كنا ظلمين وفاكرين ولص وبينها بالبلد مننا لله والله وإحنا ما بنشوفش خير ليه؟ ماهو من ظلمنا للناس الحرمية الأشراف دول تسرى بشايف تسرى بشايف سمحنا حج مبارك ظلمناك يا راجل يا شريف يا اللي ليك ما ليك وعليك ما عليك ويجيلك ويحط عليك والله إحنا بصراح حقودين ومن جوانا مش تمام هو يعني عشان اكتشفنا أنه عندك مليارات متلتلة في بلاد بره وحسابات في كل بنوك أوروبا نقوم نشك فيك ونقول أنك كنت بتسرق البلد لا ملناش حق والله بس يعني يا مش واسعة شوية أنك تلم كل المليارات دي من المرتب بتاعك وبعدين إحنا نرجع نشك في الراجل تاني ولا ايه؟ ما يمكن كان بيشتغل شغلانة تانية بعد الظهر غير رئاسة الجمهورية عشان يحسن دخله ما كانش أين لحد أو يمكن كان معلم علاء ابنه حرفة ومشغاله صبي في ورشة وبياخد منه وميته ويحولها على سويسرا ولا يمكن الواد جمال كان عامل جمعية بسبعين مليار وقبضها لأول وفتح بها حساب في بلاد بره هو الولد كان غوي جمعيات طول عمر بقى مارك جمعية جيل المستقبل اللي كان عاملها وبوف الحكم بلاش كل ده جايز حسن مبارك كان في مرة بيفكر في البلد وهو بيتمشى وبيشوف هيزور انتخابات مجلس الشعب ازاي وبيدور على اي حاجة في طريقه عشان ياخدها يخاص خاصها حتى لو كانت عربيت دورة مشوي وبعدين وهو بيتمشى بص تحت رجله لأكيسة صمرة فيها كم مليار دولار امواخدهم ومحولهم على حسابه ولا انت كنت عاوزين يقول للرزق لا ويسيبهم لحد حرامي غيره ويجي ياخدهم عشان ترتاح وتنبسطه لا بجد احنا قسفينا رئيس اننا اتهمناك بالسرقة وقلنا عليك شيخ منصر ولازم المصريين كلهم يصلحوا غلطته ويلموا من بعضه ويعملوا كل دير مية على روحك عشان يعوضوك عن الازى النفسي اللي تسببوه لك فيه وعن جرجرتك في المحاكم طول السنين اللي فاتي دي وانت عامل نفسك مية لو عرفنا نرجعك الحكم كمان نرجعك لحظة بس هاجت عنه الموضوع مش كده محكمة العدل الاوروبية ملغتش التحفز على فلوس مبارك عشان اكتشفت انه شريف ولا شافت مفردات المرتب بتاعه ولاقت انه لم المليارات دي من الحوافز والاوفر تايم ولا الفلوس اللي في حساباته برا نطقت قدام المحكمة وقالت انها حلال قال لا وما انقل حوار والمحكمة شالت التحفز ليه الموضوع ببساطة ان فيه شوية حسابات كده الحسن مبارك في بنوك اوروبا كان طالع ضدهم قرارات بالتحفز في الفترة من 2016 ل2018 الحسابات دي هي اللي طلع بخصوصها القرار الاخير بتاع الغاء التحفز الفلوس اللي في الحسابات دي تقريبا عبارة عن 300 مليون دولار اول عن اخر شوية فكة يعني تلاقي حسن مبارك نفسه كان نسيب وسط المليارات اللي عنده ولا تلاقي كان خايف يقعه من جيبه وهو ماشي فقال لك افتح يوم حساباته خلاص المهم ان الحسابات دي كانت متجمدة بقرار المحكمة على خلفية قضاء الفساد والسرقة اللي كانت السلطة المصرية رفعها ضده بعد ثورة ينايك حلوة اوي ايه بقى اللي خلا المحكمة ترجع في كلامها وتلغي التجميد الحقيقة المحكمة ما سابتناش محترين وجوبت على السؤال ده بنفسها في حيثيات الحكم وقالت من الاخر كده ان السلطات المصرية ما قدمتش لها اي دليل يثبت فساد مبارك او انه نهب الاموال دي وقالت كمان انها مش متطمنة لاجراءات المحاكمة اللي حصلت في مصر وانها بتشك في توفر العدلة فيها والشفافية وحق الدفاع اه محكمة العدلة الدولية في ايه ما تلمي نفسك شوي عاوزة تفكي الفلوس من التجميد وترجعيها لأسرة مبارك انت حر انما هتخبطي بقى في ميزان العدلة بتاعنا وهتشكيكي في القضاء الشامخ اللي عندنا لا كله لكده تعرفوا ايه انتو يا خواجات عن العدلة والقضاء ده احنا اقل قاضي عندنا بيعدم له بتاع اتنين تلاتة في اليوم وهو سيبق ديكر من غير ما يسمع المتهم ولا يبص في اقراء القضية حتى والمستشار من دول اسم الله عليه بياخد بدلاته في جيبه وبيخش الجلسة يقوم حبس المتهمين بالمحامين بالحاجب في ساعة زمن ويطلع وشه زي البدر وبعدين قدلة ايه اللي عاوزينها واحنا فاضين زيكم الفراغ قتلنا عشان نضيع وقتنا في التدوير على قدلة احنا بنحكم على المتهم الاول ونعدمه وبعد كده نبقى ندور على قدلة برحتنا في الواسعة بقى لا معلش يا محكمة العدلة بعد اذن كوقفي معوجة وتكلم عدل وما تجيبه صيرة العدلة والشفافية عندنا بعد كده والحقيقة ان دي ما كانتش اول مرة محكمة اوروبية تاخد قرار برفع التجميد عن فلوس كان متحفظ عليها تخص نظام مبارك حصل الكلام ده من حوالي 3 سنين لما محكمة سويسرية افرجت عن حوالي 436 مليون فرانك سويسري بيمتلكم عدم من رموز دولة مبارك وللأسف المحكمة ساعتها ما رفعتش التحافظ وسيكتت دي فرشت لنا الملاية ونهرزت العدلة المصرية بكلمتين كالعادة وقالت انها رفعت التجميد برضو لان السلطات المصرية ما قدمتش اي دليل او اسبات ان الفلوس دي جاي عن طريق الرشارعي والسلطات السويسرية ايامها قالت انها توقف التعاون القضائي بين مصر وسويسر وقالوا ان القضاء المصري دي غريب جدا لا بيقدم ادلة ولا اسبتات ولا تحقيقات ولا اي حاجة امار القضاء المصريين دول بيروحوا المحاكم بيلعبوا كورة ولا بيهببوا ايه واحنا الصراحة خايفين لو كمنا تعاون مع القضاء المصري يبهت علينا ونلاقي القضاء في سويسر عمالين يحبسوا ويعدموا في المواطنين والشعب السويسري عدده قليل وما يستحملش الحاجات دي فخلونا نوقف التعاون احسن وكل قضاء يبقى مع نفسه طب وبعدين اجدعان الفلوس بتاعتنا اللي برا دي مش هنستردها ولا ايه والسلطات المصرية اللي قاعدت سنين ترفع في قضايا وبيتقال انها صرفت اكتر من 127 مليون دولار من لحم الناس الحي على اتعاب المحامين وبدلات الانتقال والاجراءات وكل ده في الاخرى يطلع على ما فيش والارصدة اللي تجمدت هتتفك ورا بعضها جدا ورجالة مبارك وعياله هياخدوا الفلوس دي ويتمتعوا بيها ومش هينبنى منها ولا ربع دولار حتى طب هو القضاء المصري فعلا مش قادر يتعاون ويقدم ادلة واسبتات على فساد مبارك ونظامه ولا مش عاوز يقدم ومتعمد يبلط في الخط كده عشان التحفز على الفلوس دي يتلغي طب ليه مش هين عليه يجي على فلوس اليتام علاء وجمال مثلا ومستحرم ياخد ورسهم هو القضاء عندنا كده يعدم الناس وييتم عيالهم ماشي انما يجي على فلوس اليتام ولاد مبارك لا طبعا دول يعرفوا ربنا برضو ما اعملوهاش ولو بصينا حوالينا كده في دول العالم هنأي ان موضوع استرداد الفلوس المنهوبة ده حصل كتير جدا ورغم ان سكيته صعبة وبتاخد وقت انما في دول كتير عارف اترجع فلوسها اللي الاخوة المستبدين الحرمية اللي كانوا بيحكموها سرقوها وحولوها على بر عندك نيجيريا مثلا كان عندهم ديكنتورو حرامي كبير اوي ما يتخيرش عن حسن مبارك اسمه ساني اباتشا فضل يسرق في ملايين ويبعتها على سويسرا لحد ما مات بس لما مسك نيجيريا محمد بخاري ما اسكيتش وقال لك علي النعمة ما نسايب لك جنيه اباتش خلاص بقى بخار الراجل مات ما يصحش كرة وبخاري يقول ابدا واقع ديرفع عضايا ويحقق ويجيب محامين دوليين واستعين بالرأي العام في نيجيريا عشان يضغطوا على السلطات في سويسرا لحد ما قدر يسترجع اكتر من 300 مليون دولار من بنوك سويسرا حتى في ليبيا اللي نزلين طحن في بعض وفيه مشاكل وحروب واخناقات بين حفتر والسراج قدروا بالقانون والضغط ان هم ياخدوا قصر من قصور السعد القزافي في لندن امتوا 16 مليون دولار بعد ما اسباتوا في المحاكم البريطانية ان السعدي اشترى القصر ده من فلوس نهيبها من ليبيا ما جابهمش من حصلتهم ولا من العدية اللي بد هاله في العيد الصغير وفي ماليزيا كان عندهم رئيس وزراء اسمه ناجيب رزاق فضل يسرق في البلد ويحوش لحد ما بقى عنده 250 مليون دولار امواخدهم وراح اشترى بيهم ياخد واقعدي يخمس بيه في المحيطات قال يعني محدش هيعرف يجيبه بس السلطات في ماليزيا ما سكتوش وفضلوا يرفعوا قضايا ويلجأوا لخبرات قانونية دولية لحد ما خدوا الياخد ما تعرفش بقى السلطات هناك هيبيعوه ولا هيصطادوا عليه ولا هيأجروه بالنفر ولا ايه ما تفهمش المهم يعني ان واضح كده ان ما حدش خبخ بيتنا وان في دول كتير ومنها دول نامية زي نيجيريا حطت موضوع اموالها اللي اتنهبت منها في دماغها وفضلت وراها لحد ما نجحت في انها ترجع كل فلوسها المسروقة على داير المالين احنا بقى ما شاء الله علينا الدولة عندنا خلقها دايق في موضوع التقادي والخوانين والمحاكم الدولية ده وما عندناش بقرشي ساغ ارادة سياسية عشان نمشي في السكك دي ونستمر فيها ونرجع فلوسنا المسروقة عشان كرة بناخدها من قصيرها ولما بنقابل اي حد سرق البلد بنغنيله زي نادية مصطفى الصلح خير امنة صالح ده الصلح خير حلال عليك يا عم الفلوس اللي سرقتها بس دينا منها نفح كرمش لنا في ايدنا كم مليونكر واحنا نصالحك ونسامحك وندعي لك كمان ربنا يبارك لك في اللي سرقته ونتنازل عن كل القضايا اللي رفعناها عليه ونمسح كل الاحكام اللي طلعناها ضدك باستيك ولجنة الكاسب غير المسروع من 2014 لحد دلوقتي اتصلحت مع وزراء ورجال اعمال ورموز كتير من حرمية نظام مبارك بالطريقة دي زي رشيد محمد رشيد وزهير جرانة واحمد عز وغيرهم حسين سالم بقى له قصة تانية احنا مش بس اتصلحنا معاه ده احنا عملنا معاه واجب ابو ما يرضاش يعمله معاه والله الخارجية المصرية بذات نفسها بعتت مذكرة للنائب العام السويسري بتطلب منه انه يلغي التحفظ على اموال حسين سالم واسرته وقالت في المذكرة ان حسين زي الجنيد دهب وما فيش عليه قضايا ولا حاجة وانه اشرف واحد ان جابته مصر في تاريخه رغم ان حسين سالم في الوقت ده كان لسه عليه قضايا يعني السلطات المصرية كذبت في مذكرة رسمية عشان تساعد حسين سالم في انه يقدر يتصرف في الفلوس اللي سرقها من البلد عشان يرملنا منها شوية ونتصالح معا طبعا قبيلة الحرمية اللي قلناهم كلهم دول من اول مبارك ولاده لحد حسين سالم وجرانة بعد الثورة والضغط الشعبي اللي كان حصل وقتها على المجلس العسكري والقضاء كل واحد فيه متعامله محاكمة بتهم الفساد والكسب غير المشروع واتهف حكم متين مع مصادرة امواله لجوه ومخطبة السلطات الخارجية عشان نجمد امواله لبرا والعدالة وقتها كانت مفرتكة ترينج غالص بس مع الوقت وتراجع الضغط الشعبي والبلاو السودة اللي الشعب اتلاها فيها من بعد ما سيسي مسك الحكم الموضوع بدأ اينام والاحكام بدأت تتلغي حكم ورد تاني في الخباسة كده والارصدة اللي كانت متجمدة اتفكت والتصالح بقى شغال على ودنه وحتى اللي ما تصلحناش معاه بقينا دلوقتي بنشوف القضاء الاوروبي بيلغي قرارات التحفز على امواله لان السقة الدولية في القضاء بتاعنا بقت معدومة الحمد لله بسبب فضايح تلفيق القضايا والخلل في الاحكام والاجرات اللي بتحصل عندنا واللي الدنيا كلها بقت عارفها كويس وغير كده الدولة نفسها واضح ان ما عنداش اي ارادة او رغبة في انها تسترجع فلوس البلد اللي تسرقت لا بتلجأ لخبرات قانونية دولية ولا بتستعين بجامعيات المجتمع المدني اللي لها علاقات بالخارج عشان تتحرك معاه في الملف ده احنا الصراحة بنستعين بجامعيات المجتمع المدني في اوقات معينة لما بنحب نقفلها ونقبض عن ناس اللي شغالين فيها لكن غير كده ما بنحبش نتعبهم الحقيقة الدولة كمان لا بتحاول تعمل ضغط السياسي على السلطات السويسرية ولا بتوجه الرأي العام عشان تخلق ضغط شعبي عليهم زي ما عمل محمد بخاري في ميجيريا ونجح ولو كان لينا مزاك برضو كان زمان الدولة توصلت مع مؤسسات حقوقية دولية بتحاول حاليا تغير قوانين استرداد الاموال المسروعة بحيث ما تبقاش الدولة المنهوبة هي اللي مطلوب منها تثبت ان الحرامي حرامي ويبقى الحرامي هو اللي مطلوب منه انه يثبت انه مش حرامي وانه ايده مش طويلة ويجيب مصدر الفلوس اللي عنده والدليل على انه مصدر شرعي وكل ديكتاتور بقى ولا مسؤول سابق يقول لنا جاب المليارات اللي عنده دي منين كان عنده نصبت برتقان قدام القصر الجمهوري بيسترزق منها ولا كان بيتجر في اعضاؤه ولا لقى بير بيترول في جيب مطلونه يا عم كبر دماغك ضغط السياسي ايه ورأي عم ايه وخبرات قانونية ايه وتقاضي ايه هو دولة بتاعتنا فاضية للكلام الفارغ ده هتعمل كل ده عشان ترجع فلوس منهوبة على ايه يعني؟ الدولة لو محتاجة فلوس في طرق اسهل بكتير ومضمونة اكتر من الحوارات دي ممكن مثلا ندور على دولة نستلف منها نمد قدنا في صندوق النقد يمكن فيه كم مليون دولار بركونين فيه هنا ولا هنا او ممكن ناخد الفلوس دي من الشعب نفرض ضرائد نرفع اسعار نزود فواتير نشيل الدعم الحمد لله الدولة بتاعتنا كسيبة وبتعرف تجيب القرش في لمح البصر ومش بحتاجة ابدا انها تحقق ولا ترفع عضايا ولا تقدم ادلة ولا توجع دماغها وبعدين ترفع عضايا على مين بس؟ هو في عصابة هترفع عضايا على عصابة زيها وهتكمل فيها للاخر اعزيزي كلهم لصفوا بعض ونشوفكم على خير ان شاء الله